اشتركوا في القناة يلتقي غدا السبت نادي انتراكت فرانكفورت بنادي فالانسيا الاسباني في اخر لقاءاته الودية التحضيرية قبل بدء الموسم رسميا الاسبوع المقبل بلقاء الكأس النادي الالماني اعلن صباح اليوم ان الدولي الجزائري فارد شيبي سيكون حاضرا رفقة المدرب دينيو طوب مولار لتنشيط الناد والصحفية لكنه بصورة مفاجئة غاب ونابع عنه زميله الدولي التونسي الياس خيري الصحفة الالمانية قالت ان سبب غياب فارد شيبي هو المرض شيبي غاب عن الحصة التدريبية الاخيرة قبل اللقاء التي خذها فريقه اليوم حيث لم يقوى على التواجد طبيب الفريق منعها الجزائري تبعا لذلك راحا الصحفة الالمانية قالت ان المرض الذي عانى منه شيبي هو نوبة برد حادة وهو امر يبقى مطمئن فحتى لو غاب غدا سيكون حاضرا قريبا شيبي سيعمل على التواجد في لقاء الكأس الأسبوع المقبل ولقاء بوريس دورتموند في افتتاح الدور بعد أسبوعين لأنه بدون شك يريد أن يثفي تجاهزيته للناخب الوطني فلاديمير فيتكوفيتش من أجل إعادة استدعائه لتربص الخضر المقبل على العموم فرصه في العودة تبقى كبيرة خاصة بعد تأكد غياب بانطال في الوسط وعمورة في الهجوم بالحديث عن عمورة وغيابه لغاية يوم أمس لا يوجد أي باية رسمي من نديف بولسبورغ أو دليل قاطع على غيابه عن تربص الخضر لكن الصحفة الألمانية اليوم وصلت التأكيد على أن الإصابة ليست بسيطة مصادر ألمانية قالت اليوم أن فطرة تعافي عمورة تستلزم الإبتعاد لمدة شهر بداية من تاريخ الإصابة أي أنه تبقى له ثلاث أسابيع كاملة وهو ما يعني غيابه عن تربص الخضر المصادر ذاتها قالت أن إدارة فولسبورغ سطرت عودة عمورة بعد نهاية فترة التوقف الدولي أي في منتصف شهر سبتمبر وقتها سيكون قد مر على إصابته ست أسابيع وهي فترة بحسبهم كافية للتأافي تأكيدات غياب عمورة عن تربص الخضر تتوالى حتى لو لم يضع الموقع الرسمي لناديه شيء بخصوص ذلك لغاية الآن لذلك على بيتكوفيتش السعي وراء الحلول الممكنة نبقى في ألمانيا وإلى دولي آخر وهو رامي بن سبعيني تحدثت في عدد أمس عن عدم رضا أنصار بوريسيا عن مستوى في لقاء بياريال والهجوم غير المبرر الذي حدث له الصحفة الألمانية يبدو أنها تنوي السير على نفس الطريقة حيث أعد أحد المواقع المقربة من بوريسيا تقريرا تكلم فيه عن ضرورة التدعيم وأن بن سبعيني وحده على الجهة اليسرى سيكون خطأ الموقع ذاته تكلم حتى عن تحركات للإدارة يمكن أن تقوم بها لجلب ظاهر أيسر قوي يكون منافسا لرامي كما قام بوضع بعض الأسماء التي يمكن أن تكون حلولا جيدة على غيران ميغا جوتيراز لعب جيرونا سيرجو ريجولون لعب توتنهام أدريان توفير النجم ناديران الفرنسي وغيرها من الحلول المهم أن يضم بوريسيا حسبهم ظهير ولا يترك رامي وحده ما يتعرض له بن سبعيني يشبي كثيرا ما تعرض له الموسم الماضي فرغم مستوها الجيد في بداية الموسم إلا أنه كان يهاجم بسبب وبدون سبب والمطالبات بضم لاعب منافس له كانت كبيرة وقتها قيل أن الأمر كان بسبب المدرب تيرزيتش لكن تيرزيتش رحل وجاء نوري شهين على العموم على رامي أن يكون قويا ذهنيا ولا يلتفت لما يقال عنه على بعد أقل من شهر من بداية تربص المنتخب الوطني سبتمبر الداخل يكون الناخب الوطني فلاديمير بيتكوبيتش قد أعد قائمته الموسعة التي ستكون معنية بتربص القائمة الموسعة ستشمل 35 أو حتى 40 اسم كما يحدث دائما وستضم أغلب العناصر المعروفة الأكيد أن من بينها لاعب الأهل السعودي رياض محرز الناخب الوطني وبعسب مصادر مقربة اليوم لم يلتقي بمحرز في تربص فرقه الذي أقيم في النمسا كما قالت مصادر سابقة لكنه برغم ذلك ما زال يأمل في لقائه في الأيام الحالية أو المقبلة محرز الآن متواجد في فرنسا بعد أن منحه مدربه في الأهل يرى حالي ثلاث أيام وهي فطرة أكثر من ممتازة من أجل لقاء بيتكوبيتش ووضع النقاط على الحروف معه المهم الدعوات الرسمية ستبعث بداية من الثامن عشر من شهر أوت الحالي أي بعد أغز يد من أسبوع بقليلة بيتكوبيتش لن يستدعي محرز في حالة مهل تقيبه هذا أكيد لكن وبما أن محرز عبر عن رغبته في تمثيل الخضر مجددا وبما أن بيتكوبيتش أكد أيضا أنه ما زال يراه من أعمدة المنتخب فأتوقع أنه سيكون ضمن الحاضرين في التربص المقبل أعلن نادي باهي لنغير الألماني أن لاعبه الجزائري الشاب إلياس بن علي قد وقع عقدا رسميا مع الفريق الأول العقد هو الأول للجزائري في مشواره الرياضي حيث يكون قد تمكن من إقناع الإدارة والمدرب بذلك في العام المنقضي بن علي كان قد انتقل للنادي الألماني في الصيف الحالي الماضي أفوا وقدم معه مستوى جيد كفاية من أجل منحه أول عقد احترافي في مشواره إلياس بن علي هو الدولي الجزائري في منتخب أقل من 18 سنة يبلغ من العمر حاليا 19 سنة يملك بنية قوية ويلعب في مركز قلب الهجوم صحيح أنه يلعب حاليا في الدرجة الرابعة الألمانية لكنه ما زال شاب واللعب هناك قد يكون أحسن له من أجل اللعب بانتظام في انتظار تطوره أكثر في الموسم الحالي ولم لا الانتقال لنادي أكبر في قسم أعلى في أقرب فرصة أعلن نادي باريافسي الفرنسي أن يوم الجمعة تعقده رسميا مع الجزائري الشاب ولعب ليون دوشار السابق يوان خرباش يوان خرباش قدم مستوى أكثر من جيد في فريقه السابق وسجل أرقاما جيدة جدا وهو ما جلب له الأنظار ليظفر بخدماته نادي باريافسي من الدرجة الدانية ويوقع معه عقدا يمتد لموسمين خرباش وجزائري يبلغ من العمر 24 سنة فقط يلعب في مركز الجناح ويقال أنه يملك قدرات كبيرة اللعب في الليك دو ومع باريافسي سيكون مناسبا جدا له ولما لا نرى مستقبلا في فريق أكبر ويكون باريافسي محطة فقط للوصول لدرجة أعلى ولما لا يكون ذلك في أسرع وقت ممكن وبعد موسم واحد فقط استضاف موقع وانت ووتش الهولندي بعضا من الصحفيين للحديث عن بداية الموسم الهولندي الذي سينطلق رسميا اليوم الجمعة من بين الحضور كان الصحفي ساندر بيراندس الذي لم يتردد في القول أنه متشوق لرؤية لاعب واحد فقط وهو الدولي الجزائري ولاعب نادي فينورد الجديد أنيس حاج موسى ساندر قال أنه تابع أنيس حاج موسى وتأكد أنه لاعب لا يظاهر ولا يوجد لاعب مثله في الدور الوراندي الحالي ساندر قال أيضا أن حاج موسى من نوعية اللاعبين الذين يحبهم الجماهير وأنه متأكد أن جماهير فينورد سيقفون على حافة أصابعهم وهم يتابعون حاج موسى وما سيفعله بمدافعي مختلف الأندية الهولندية الصحفي الهولندي لم يتوقف هنا حيث عاد ليوجه إنذارا شديدا لهجة لمدافعي باقي الأندية وقال أن حاج موسى سوف يدفعهم للجنون والتحكم في تحركاته سيكون شبا مستحيل ويحضح حاج موسى بإعجاب كبير من الصحفيين لكن عليه أن ينتزع إعجاب مدربه بريسكي لأجل إشتراكه أساسيا أولا على العموم الآمال المعلقة على أنيس تؤكد أنه لاعب كبير وسيقول كلمته رغم أن الكل يتكلم عن قرب انتقاله نادي بيزا الإيطالي ومنذ أسبوع على الأقل إلا أنه لغاية اليوم الجمعة الصفقة لم تتم الصحافة الإنجليزية المقربة لستوك سيتي أعطت سببا ربما يكون محتملا لتأخر الصفقة موقع ستوك إسونسيال قال أمس أن اليوم أفن أن إدارة ستوك سيتي ستقوم ببيع ورقة ليريس بعد ضم بديله فورا وهم فعلا الآن بسدد التفاوض لضم لاعب من نادي والبرهامتن ليكون بديله الصحافة الإيطالية بدورها تؤكد أن ليريس على بعد خطوة واحدة من التوقع لبيزا حيث يوجد اتفاق كامل بين الإدارتين الإيطالية والإنجليزية وبين وكلاء اللاعب وأيضا إدارة ناديه الجديد لكن لغاية الآن بعض التفاصيل الصغيرة هي من تعطل السفقة فقط الموسم الإنجليزي درجة ثانية سينطلق رسميا اليوم أعتقد أن ليريس سيرحل بعد لعب أول جولة نترك أوروبا وننتقل لقطر وإلى المفاجأة التي حدثت اليوم في افتتاح الدوري قائمة نادي الغرافة القطر التي واجهت نادي الخور اليوم عرفت غياب غير مبرر للدولي الجزائري ياسين إبراهيمي حين أقول غير مبرر يعني أن الأمر ليس للإصابة وربما يكون فني أو شيء آخر ولو أن ما أتيت به من أخبار في الأيام الماضية يجعل من غيابه اليوم عادي إبراهيمي أهمل بشكل كامل من طرف الإدارة في تربوس الفريق الذي أقيم في النمسا حتى أن الموقع الرسمي لم يعد يضع صوره كما أن المدرب بيدرو مارتيناز قام بنزع شارة القيادة منه المشاكل بين ياسين وإدارة ناديه ومدربه كبيرة جدا وقد تفضي الانتقال لذلك إبعاده اللقاءات الدوري يعتبر تأكيد أكثر من واضح على ذلك المهم وبعد انتشار أخبار تهميش ياسين وصلت الصحف القطري الحديث عن رحيل محتمل حيث ارتبط الجزائر بأندية كثيرة في الفترة السابقة وحتى من السعودية لكن يبدو أن الانتقال للعرب القطري يعتبر أقرب على العموم التأكيد على رحيل إبراهيمي سوب العربي كبير لكن يجب انتظار الإعلان الرسمي قبل تأكيد ذلك أدل الدول الجزائري ولاعب الشمال الجديد بغداد بنجاح بتصريحات إعلامية تسبق الجولة الأولى للدور القطري بنجاح تكلم عن بعض الأمور كان من أهمها سر اختياره للعب في الشمال القطري بالرغم من امتلاكه عدة عروض أخرى بنجاح اعترف فعلا بأنه كان يملك عروض والمفاجأة أنه قال أنه كان يملك اتفاقا مع أحد الأنذية السعودية لكنه فضل الشمال وبخصوص الأسباب قال بغداد أنه اختار الاستقرار في قطر بعد أن وجد راحته هناك كما قال أنه استشار من من حوله وأشاروا عليه باختيار عرض الشمال تبرير بنجاح يبدو غريب فبكل وضوح قال أنه اختار راحة البال في فريق ضعيف مثل الشمال على اختيار عرض فني أكبر من الدور السعودي الذي صار دوريا عالميا على العموم مستويات بنجاح مترازعة منذ أزيد من عامين وبدون شك مستوى نادي الشمال لن يكون مساعدا له من أجل البقاء في المنتخب صحيح أن المنتخب يعاني حاليا في مركز قلب الهجوم وربما تستمر الاستعانة ببنجاح في التربصة المقبلة لكن مستقبلا أتوقع التخلي عنه تدريجيا لأن مستوى الشمال لن يسعفه للبقاء في المستوى الآلي والله أعلم ختام عدد اليوم سيكون مع دولي سابق ترك أثارا طيبا في مشواره مع الخضر في العشرية الماضية وأنا على الصعيد الشخصي أحبه كثيرا وهو هيلال عربي سوداني هيلال ما زال يتألق ويترك البصمات التهديفية في الملاعب الأوروبية حيث قاد فريقهم ماري بور سلوفيني صهرت أمس الخميس لفوز مهم ضمن ذهاب الدور التصفوي الثالث المؤهل لمسابقة دور المؤتمر الأوروبي سوداني سجل هدف الفوز ضد فريق فيذيو دينا في الدقيقة الثامنة بعد التسعين مانحا فريقه الفوز بهدفين لهدف قبل لقاء العودة بعد أسبوع من الآن هيلال ما زال يتألق في أوروبا رغم أنه يبلغ من العمر حاليا سبع وثلاثون سنة ناديه ماري بور وبعد تألقه الكبير الموسم الماضي قرر الاحتفاظ به في الموسم الجديد في انتظار ما سيصنعه هذا الموسم ولما لا تقديم مستويات كبيرة أخرى إلى هنا يكون عددنا لنهر اليوم قد انتهى نلتقي إن شاء الله غدا السلام عليكم اشتركوا في القناة